لكيب السلام عليكم في الفيديوهات السابقة لو كنتم من متابعي قناة أمني كنت تحدث كثيرا على سامسونج جالكسي أم عشرة ووصفت أنه واحد من أسوأ الخيارات لأطلقتها سامسونج وكنت نصحت الكثيرين في الفئة الاقتصادية بالجالكسي A10 ولكن الأمور تغيرت الـ A10S أصبح أسوأ ولكن الـ M10S الذي أطلقته مؤخرا سامسونج أصبح واحد من أفضل الخيارات لذا سنرى مميزات طبعا عيوب هذا الجوال وما هو السعر الخاص به حيث هذه المرة فجأتنا شركة سامسونج وتفوقت على نفسها بمقارنة بهاتف A10 وتم تحسين نوعية الشاشة تم إضافة بصمة في ظهر الهاتف والعديد من الميزات وأهمها أداء الهاتف مع تحسين لكاميرا السيلفي وكما رأينا كبر نوعا ما في وجهة الموبايل على كل حال هل هذا الهاتف صالح للشراء أم لا تبعوا معي حتى النهاية ولا تنسوا كالعادة نزول تحت الفيديو ضغط زر اللايك وهذا أقل دعم يمكن لمحبي ومتابعي قناتنا تقديمه لنا يلا نبدأ على بركس الله في البداية لكي بتنتحدث عن التصميم في الجهة الخلفية لديها مستشعر بصمة جديد رهو في الوسط في أعلى يعني ظهر الهاتف على جهة اليسار نجد كاميرتين في إطار خفيف هو بين المستطيل وبعض الإنحناءات الخفيفة أسفله لدينا فلاش مع شعار الشركة من الجهة الأمامية نلقا كاميرا السيلفي في نوع قطرة الماء ومن الأسفل لدينا حفة نوعا ما كبيرة الهاتف مصمم كليا من البلاستيك في الجهة من الأسفل لدينا منفذ USB Type-C ولدينا منفذ السماعات على اليسار أزرار الطاقة ورفع وخفض الصوت تجدونها على الجوانب كالعادة أما عن شاشة هذا الموبايل فكما قلنا تم تحسين في هذه الشاشة والآن عندي شاشة سوبر أمولاد الحجم الخاص بها هو 6.4 إنش دقة هذه الشاشة هي HD بلاس وهي بمقاس 19.5 على التسعة أما عن كثفة بيكسلات هي 268 ببي آي تأخذ هذه الشاشة من الواجهة ما يقرب 85% لا توجد عليها أي طبقة حماية إضافية ونسبة سطو ونسبة تباين هي عادية ويشتغل هذا الموبايل على أندرويد 9 مع وجهة سامسون وهي One UI المعالج هو Exynos 7880B وهو ثماني الأنوية بتردد 1.6 جيجا هرس أما عن معالج الرسوميات هو Mali-T 830 Mb2 لدينا رام 3 جيجا بايت مساحة تخزين داخلية 32 جيجا بايت وهي قابلة للتوسيع عن طريق مايكرو اس دي حقق لي على منصة فحص الأداء أنتوتو 95 ألف نفطة ننتقل الآن إلى كاميرات هذا الموبايل لدينا الكاميرا الأساسية الخلفية بالدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.9 مع حجم بيكسل قدره 1.12 ميكرون مع مستشعر من الشركة النفسية ولدينا مميزات عادية مثل HDR والبانوراما وتصوير فيديو FHD ب30 إطار في الثانية أما الكاميرا الثانوية فهي بطاقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.2 تصور بزاوية عريضة قدرها 123 درجة ننتقل الآن إلى كاميرا السيلفي التي هي بطاقة 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.0 تصور فيديوهات FHD ب30 إطار في الثانية وهيئة الموبايل مع بطارية 4000 ميلا أمبار تدعم شحن السريع لدينا كاميرا في التصميم بصمة الشاشة على ظهر الهاتف ويمكن فتح وغلق الهاتف عن طريق الفيس أنلوك عن طريق الواجهة لكن في الإضاءة الواضحة أما في الظلام ليس هناك أي مستشعرات فهذا يتم عن طريق كاميرا السيلفي فقط يبلغ سعر الجوال 150 دولار أمريكي في الجزائر السعر المقدر هو بين 24 ألف حتى 25 ألف تينار جزائري ولكن بعض الباعة أدخلوه بـ 27 ألف تينار جزائري لذا نتظر إنخفاض سعره فهو نفس سعر الجالاكسي A10 ليس هناك أي فرقات في السعر الرسمية بالنسبة للتحليل نبدأ مع عيوب الجالاكسي A10S لدينا شاشة من النوعية الجيدة ولكن الدقة الخاصة بها ليست عالية جدا فهي HD Plus فقط ولكن على كل حال تبقى مقبولة لا توجد لديها طبقة حماية إضافية على زجاجة الشاشة لذا يتعين علينا من أول يوم وضع ورقة حماية الشاشة نفس الشيء عن الكوفر فعلينا وضع كوفر للهاتف من أول يوم لأنه مصمم من البلاستيك وكما تعرفون البلاستيك معرض للخدش بشكل كبير جدا لا يملك الهاتف أيضا إشعارات لاد ولا تحمل الكاميرا الخالفية إمكانية تصوير فيديوهات 4K وهذا مطلب كبير مقابل السعر لكن على كل حال ننتقل الآن إلى مميزات جوال سامسونج غالكسيا مع 10 أس يبلغ وزن الهاتف 169 غرام وسمكه 7.8 مم وهذا شيء جميل جدا إذ أن مسكة الهاتف في اليد خفيفة ومريهة نفس الشيء ونفس التعليق عن شاشة الجوال التي هي من النوعية الجيدة Super AMOLED ولدينا شاشة هنا بحجم أكبر 6.4 إنش بدل 6.2 إنش على الإستار القديم كما تغطي هذه الشاشة نسبة لا بأس بها رغم وجود حفقة كبيرة في الأسفل لدينا أيضا تصميم بسيط وخفيف جدا لدينا بطارية كبيرة مع شحن سريع باستطاعة 15 وات أيضا بالنسبة لكاميرات كاميرا السيلفي وكاميرا الثانوية هي جميلة جدا يعني في هذه الطبقة السعرية ويشتغل الموبايل على آخر إصدار من الأندرويد ولا ننسى أنه أتى بمستشعر بصمة والذي فقدناه في النسخة السابقة كما أنه يدعم وضع بطاقة تخزين خارجية حتى 1 ترابا كانت هذه مميزات وعيوب الجوال التحليل الكامل أتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو ومن أعجبه من يرانا لأول مرة لا ينسى الاشتراك في القناة وطبعا للجميع سواء المشاهدين القدامى أو المشاهدين الجدد فعلوا زر الجرس يا شباب حتى تتوصلوا بجديد فيديوهات طبعا حتى نتناقش حول الفئات فلاكشيب الفئات الاقتصادية الفئات المتوسطة كل شيء تجدونه على أمني يلا دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة